طيب أخبار النادي الأهل اللي كانت مهمة النهاردة أول حاجة النهاردة الحمد لله يمكن أبرز خبر سلبية مسحة محمد مجد أفشا ورمي ربيعة طبعا كان سلاسي كان عمر السلية لكن لسه الأسف المسحة بتاعته حتى هذه اللحظة مازالت إيجابية لكن الحمد لله رمي ربيعة ومحمد مجد أفشا أصبحت المسحة سلبية ويكونوا موجودين في التدريبات خلال الساعات القادمة إن شاء الله طبعا كان بيتس موسيماني أيضا قبل مباراة الاتحاد كان أجرى مسحة والحمد لله طلعت سلبية ورغم أن كان البعض نصحه أن يكون فيه فترة راحة أو فترة نقاها عدة أيام لكن الرجل كان حريص أن يكون موجود فيه التدريبات وعلى طول قاد مباراة الاتحاد السكندري المميزة بالأمس وللأهل فاز فيها بأربعة أهداف مقابل لاشي النهاردة التدريب كان صباحا على طول ما فيش وقت للراحة أنت عندك مباراة يوم الجمعة مع وادي دجلة في الأسبوع الخامس فما فيش أي وقت للراحة خالص بعد مباراة الأمس النهاردة كان فيه تدريب صباحي وكابل ومدرب الأحمال كان بياخد تدريب بدني مع اللاعبين مع بداية مران اليوم واللعابة قدت تدريبات للجاري وتدريبات متنوعة طبعا المجموعة اللي شاكت بالأمس كان تدريب استشفائي والمجموعة اللي لم يكن لها نصيب من المشاركة خاض التدريب النهاردة وتأسيمه في وسط ملعب التيتش التدريب الاستشفائي ممكن يكون في الجيم ممكن يكون تدريبات خفيفة في الملعب والنهاردة بالفعل كان فيه تدريبات قرة طائرة في ملعب التيتش نازلت برد النهاردة كانت وراء عدم مشاركة محمود قهرباء في تدريب اليوم حسب تصريحات الكابتن سير عبدالعفيز مدير القرى ترجمة نانسي قنقر